لا تزال وزارة التربية الوطنية تواجه ظاهرة البيانات الزائفة التي يتم تدولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون تأكد من مصدرها هذه المرة وزارة التربية فنادت المعلومات التي راجت عبر موقع الفيسبوك بخصوص قرارات مزعومة تقضي باعتماد نظام الإنقاذ لمن تحصل على معدل تسعة من عشرين في الامتحان واجراء امتحان شهادة الباكالوريا دورة سبتمبر الفان وعشرين في المواد الاساسية فقط حيث استنكرت مثل هذه التصرفات التي تهدف اساسا الى تغليط الرأي العام والتأثير على نفسية واستقرار تلميذ خلال هذه الفترة الحاسمة المرتبطة بتحضير الامتحان والتي تتطلب كثيرا من الطمأنينة والاستعداد والتركيز والمرافقة ودعا البيان الجميع الى الكثير من اليقظة وتقص المعلومة من مصدرها الرسمي من خلال الاطلاع اليومي على الموقع الالكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعية وزارة التربية الوطنية دعت كل التلميذ الى الايقظة والحذر والقدرة على التمييز فيما يخص المعلومات التي تصلهم خارج القنوات الرسمية لوزارة التربية الوطنية ترجمة نانسي قنقر